السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهدوا القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن relative pronouns ضمائر وصل كما قلنا لدينا سبع أنواع من الضمائر لكن هذه الحلقة فقط نخصصها لwhere when ضمري الوصل where and when نتحدث في هذا الفيديو عن كيفية استخدامهم كيف أضعهم في الجملة ومع أمثلة في نهاية الفيديو من المهم جدا معرفة ضمائر الوصل لكي أطور من لغتية الإنجليزية المحكية والمكتوبة وأيضا المقروعة تابع معايا نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلمات التي تتعلق بهذه الضمائرين الوصليين where بمعنى حيثه يعني المكان الذي أيضا when حيثه أو الزمان الذي where المكان الذي أو حيثه when الزمان أو الزمان الذي أو يكون حين ذاك الوقت إذن حيثه أو المكان الذي الزمان الذي أو حينه كيف استخدم هذين الضميرين كمان أعلم الجملة الإنجليزية فاعل فعل تكملة الجملة لكن استخدم هذين الضمير الوصليين من اسمهم ضمير وصل مثل بلغة العربية الذي التي اللواتي الذين وهكذا بيكون عندنا جملة فيها ضمير وصل في المنتصف الضمير الوصل هذا يعطي مزيد من المعلومات عن الاسم الذي يكون قبله لذلك نسميه ضمير وصل أو نسميه جملة وصفية تصف ما قبلها بيكون عندنا جملة أولى وجملة ثانية هتين الجملتين نضعهم في جملة واحدة باستخدام ضمير وصل إما يكون where إذا كان عندنا الجملة الأولى فيها مكان نستخدم where إذا كان الجملة الأولى فيها زمان نستخدم when تابع معي يكون لدينا شرح مفصل وسهل إن شاء الله عن كيفية استخدام ضميري الوصل where و when don't clean the room هتا جملة الأولى لا تنظف الغرفة الجملة الثانية my brother is playing in the room لا تنظف الغرفة أخي يلعب في الغرفة الجملة الأولى اللاحظ don't clean the room الجملة الثانية my brother is playing in the room أخي يلعب في الغرفة نريد أن نستخدم ضمير وصل لكي نكتب هتين الجملتين في جملة واحدة نحتاج لضمير وصل where يعني حيثه أو المكان الذي لماذا نستخدم where لأن نعدنا room غرفة أول شيء نكتب هذا الجملة الأولى كما هي don't clean the room إذن لا تنظف الغرفة نستخدم ضمير الوصل where 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 my brother الجملة الثانية نكتب كما هي brother is playing in playing in لا نكتب the room مرة ثانية خلاص كتبناها بل أول تكون موجودة بالجملة الثانية لا نحتاج لنستخدمنا بدلا عنها where و where تعود على الاسم الذي قبلها يكون مكان إذن نستخدم معها where تصبح الجملة لا تنظف الغرفة حيثه أو الغرفة التي أخي يلعب فيها لا نقول in the room مرة ثانية خلاص إذن فقط نستخدم in ونحذف room هذه تصبح كما قلنا don't clean the room where my brother is playing in لاحظ where تعود على الكلمة التي قبلها يعني حيثه يعني المكان الغرفة يكون مكان نستخدم where إذن حيثه أو المكان الذي يعني الغرفة أو الغرفة التي أخي يلعب بها بهذا الشكل أصبحت هذه العبارة الموجودة بها where نسميها adjective close عبارة وصفية لأنه تصف الغرفة أي غرفة يعني يكون عندنا خمس غرف ست غرف لكن الغرفة التي يلعب بها أخي لا تنظفها إذن هذه الجملة الثانية نسميها عبارة وصفية تصف ما قبلها أو نسميها عبارة وصلية لماذا عبارة وصلية؟ لأنه يكون عندها ضمير أو فيها ضمير وصل أيضاً وين نفس الاستخدام لكن بيكون عندنا بدنا عن مكان بيكون عندنا زمان مثلاً اي بلاي فوتبول نريد أن نربط هاتين الجملتين بضمير وصل نستخدم وين لماذا الجملة الثالثة تنتهي ب يوم يعني زمان تايم عند إذن نستخدم حين أو الزمن الذي نكتب فرايدي نكتب الجملة الأولى كما هي فرايدي is the day بعد day نستخدم وين إذا أردت أن تكمل هذا الجملة مثلاً نقول on فرايدي مثلاً لكي تكون الصورة أوضح يعني ألعب كرة القدم في يوم الجمعة كما نكتب الجملة الأولى كما هي فرايدي is the day فرايدي هو اليوم وين عندما I play football إذن عندما ألعب كرة القدم أو حين ألعب كرة القدم لاحظ وين تعود على day اليوم أي يوم اليوم الذي ألعب فيه كرة القدم لذلك هذه وين نسميها ضمير وصل مثل كما قلنا الذي التي والعبارة الوصفية when I play football نسميها adjective close أو نسميها relative close عبارة وصفية أو عبارة وصلية تعطينا مزيد من العمومات عن العبارة التي قبلها تصبح من جملتين وضعناها في جملة واحدة friday is the day when I play football لاحظ هذه الجمل أول جملة the lake the lake we swam was clean and clear يعني البحيرة حيث أو التي سبحنا يعني بها was clean and clear يعني كانت نظيفة و صافية clear نعرفه واضح أيضا clear معته صافي clean نظيف لاحظ البحيرة مكان عند إذن نستخدم ضمير الوصل where the lake where البحيرة التي أو حيث أو المكان الذي سبحنا به was clean and clear إذن نستخدمنا where لماذا تعود على الإسم الذي قبلها ويكون مكان lake البحيرة مكان عند إذن نستخدم where the city you live is beautiful يعني المدينة التي تعيش بها تكون جميلة لاحظ the city مكان نستخدم ضمير الوصل where the city where you live is beautiful المدينة حيث تعيش تكون جميلة أو هي جميلة أيضا استخدمنا where لماذا لأنه عندنا city مكان يكون عندنا where ضمير وصل يعبر عن المدينة أيضا بالنسبة when 2001 was the year the new century لاحظ see you نفضها ش began يعني القرن الجديد بدأ أو حيث بدأ القرن الجديد لاحظ قبل الفراغ هذا موجود عندنا year year سنة إذن زمان عند إذن استخدم when 2001 was the year when the new century began يعني سنة 2001 كانت السنة عندما أو حين بدأ القرن الجديد إذا استخدمنا when لماذا لأنه قبلها وقت the season when you came was nice يعني الفصل عندما أو حين أتيت كان جميلا الفصل الذي جت به أو أتيت به قدمت به كان جميل لاحظ the season فصل عبارة عن وقت يعني موسم أو فصل عبارة عن وقت هذا الحالة نستخدم when يعني حين أتيت أو عندما أتيت إذن بل مختصر when تستخدم يكون قبلها time وقت where بيكون قبلها أيضا بيكون عندنا place بيكون مكان where بمعنى حيث أو المكان الذي when بمعنى الزمن الذي أو حين أو عندما الجملة هي كما قلنا عبارة عن جملة واحدة فيها جملتين الجملة التي تحوي على when و where نسميها adjective close عبارة وصفية أو نسميها relative close إذن عبارة وصلية تعطي مزيد من معلومات عن الاسم الذي قبلها يعني قبل when وقبل where بهذا الشكل أنهي ندرسنا لهذا اليوم تكلم فيه عن relative أنهي ندرسنا ضمائر الوصل when و where في اللغة الإنجليزية من المهم جدا كما قلنا معرفة استخدام ضمائر الوصل في عدنا who في عدنا whom في عدنا that which وهوز جميعها تكلمنا عنها في فيديوهات بشكل مفصل موجودة على القناة الحب يرجع ويتابع جميع هذه الفيديوهات أتمنى أن أقدم الشيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ومشارك هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعمل الفائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته